بينما أكد ديوان الخدمة المدنية أنه لا تراجع عن قانون البصمة باشرت وزارة التربية حصر التكلفة الإجمالية ومخاطبة وزارة المالية في تعزيز الميزانية الملائمة لأجهزة البصمة بالنسبة عندنا حق قرار تطبيق البصمة قامت الوزارة منذ صدور القرار بحصر التكلفة الإجمالية لأجهزة البصمة تم حصر التكلفة بالمبلغ المطلوب وتم مخاطبة وزارة المالية بذلك طبعا نحن كوزارة بانتظار رد وزارة المالية على تعزيز ميزانيتنا لتوفير أجهزة البصمة وكذلك تم أرسال نسخة من كتابنا الموجه إلى وزارة المالية لديوان الخدمة المدنية للعلم استعدادات وزارة التربية لبدء العام الدراسي قابلها توقيع ثلاثة عقود لتأثيث المدارس والإدارات المختلفة وعلى عدة مراحل عقود التأثيث لله الحمد تم توقيع لهذا العام ثلاث عقود لتأثيث المدارس والإدارات المختلفة بوزارة التربية وبدأنا باستلام الأثاث على مراحل طبعا كل عقد منذ التوريدة تسعين يوم والله الحمد احنا قاعدين نستلم من بدأنا توقيع العقود حتى تاريخه بحيث الوزارة تكون جاهزة لفتح المدارس الجديدة وزارة التربية بدورها أعلنت عن بدء استقبال طلبات الراقبين باستثمار 24 مقصف في مرحلة المتوسط والثنوي بنين وبنات وبكافة المناطق التعليمية في البلاد ترجمة نانسي قنقر